عند إدراج صورة داخل العرض يظهر حولها مربع التحولات ويستخدم هذا المربع للتحكم في أبعاد الصورة ويمكننا تغيير أبعاد الصورة بالضغط مع الشحب على أحد النقاط البيضاء الموجودة حول هذه الصورة فإذا قمنا بالضغط مع الشحب لأحد هذه النقاط الموجودة في أركان الصورة سوف يتم الحفاظ على النفذة بين طول وعرض الصورة أما إذا قمنا بالضغط مع الشحب لأحد النقاط البيضاء الموجودة في منتصف أضلاع مربع التحولات سوف يتم تغيير الأبعاد دون الحفاظ على النفذة بين طول وعرض الصورة وتستخدم النقطة الخضراء التي نراها هنا لعمل الدوران للصورة في الاتجاه الذي نريده فلعمل دوران لهذه الصورة نقوم بتحريك مؤشر الماوس إلى هذه النقطة فيتحول شكل المؤشر إلى دائرة تحتوي على سهم في نهايتها فنضغط مع شحب هذه النقطة في الاتجاه الذي نريده لعمل دوران لهذه الصورة ويكوننا تغيير أبعاد الصورة أو عمل الدوران من خلال المربع الحباري Picture Format ويتم الوصول إلى هذا المربع الحباري بالضغط المزدوج على الصورة أو بفتح القائمة المستدلة Format واختيار Picture ومن المربع الحباري Format Picture نضغط على لوحة المتغيرات Size لفتحها ومن الجزء Size and Rotate يتم التحكم في أبعاد الصورة أو عمل الدوران لها فمثلا إذا أردنا تغيير أبعاد الصورة إلى 5 سنتيمترات في الطول والعرض نقوم بإدخال القيمة 5 في الخانة Height ثم نضغط المفتاح Tab من لوحة المفاتيح فنلاحظ أنه قد تم تعديل قيمة الخانة Wedge تلقائيا لكي تتناسب مع القيمة التي تم إدخالها في الخانة Height ولكي نتمكن من تحديد طول وعرض الصورة دون تقيد بنسبة الطول إلى العرض نقوم بإلغاء الاختيار Look Aspect Ratio ونضخل القيمة 5 في الخانة Width فنلاحظ أن قيمة الخانة Height لم تتغير بتغيير قيمة الخانة Width والآن لعمل الدوران للصورة بمقدار 45 درجة نقوم بكتابة القيمة 45 في الخانة Rotate ولو إلى تأثير الأدادات التي قمنا بعملها نضغط المفتاح Preview فنلاحظ أنه تم تعديل أبعاد الصورة وعمل دوران لها ومن الجزء Scale يمكننا تكبير أو تصدير الصورة ولحفاظ على النسبة بين أبعاد الصورة نشغل الاختيار Look Aspect Ratio مرة أخرى ولتكبير الصورة نقوم بزيادة قيمة الخانة Height وكما نرى أنه يتم تغيير قيمة الخانة Width تلقائيا ولتنفيذ هذه التعديلات نضغط المفتاح OK شكرا 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 لك ترجمة نانسي قنقر